مطولة استثنائية قام بها أحمد شعبان السائق قصري الذي يعمل بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تمكن من مساعدة الشرطة في وضع نهاية لمطاردة بشوارع كاليفوريا فضمنت نحو 40 ضابط شرطة وهليكوبتر لإيقاف هيب مطلوب بتهمة القتل دعونا نتبع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطولة تستحق التحية شاركون أرائكم في التعليقات وأما الآن إلى نشرة الأخبار أهلا بكم بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ومستجدات كورونا ودفت الحكومة ما تردد من أنباء عن نقص حصة الزيت الموزعة لفرد على البطاقات التامونية بمقرارات شهر إبريل الجاري للمجمعات الاستهلاكية وفي سياق آخر أعلنت وزارة تربية والتعليم والتعليم الفني توفير الشرح والمراجعة لجميع طلاب الصف الأول الثانوي في مدة الجغرافيا اليوم الساعة الثانية ظهرا من خلال بث مباشر على منصة حصص مصر موضحة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث وأعلنت وزارة تربية والتعليم والتعليم الفني طرق وضوابط التقييم لطلاب الثانوي العام للعام الدراسي 2020-2021 موضحة أنها تمثل متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهري إبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني وتحسب بنسبة مئة بالمئة من الدرجة العظمى للمدى وما زلنا مع الشأن المحلي حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة أن المذيع المتهمة بقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب اعترفت أنها لم تقصد قتل المجن عليه لافتة إلى أن الواقع بدأت بمشاجرة عادية وأنها توجهت لمنزل والدتها في السيدة زينب لمعاتبته ثم تطور الكلام بينهما لمشدة كلامية تحولت لمشاجرة فتوجهت للمطبخ وحصلت على سكين ووجهت طعنات تجاه جسده ما أسفر عن مقتله في الحل وقررت نيابة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات واقتصاديا شهدت أسفر الذهب في مصر اليوم ارتفاعا بقيمة أربعة جنيهات تقريبا ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر ستماء وثلاثة وستين جنيه للجرام وسجل عيار 24 في مصر ثمان واثنين 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 جنيها فيما سجل عيار 18 في مصر ستماء واربعة وخمسين جنيها ووصلت قيمة الجنيه الذهب ستة ألاف واربعة عشر جنيها مصريا ونختتم نشر بار التقص حيث توقع الأرصاد الجوية أن يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على كفر حيث يسود تقص ماء إلى الحرارة على القاهرة الكبرى والوكي البحري بعتدل على السواحل الشمالية ماء للحرارة على جنوب سيناء وماء الحرارة أيضا على شمال الصعيد وعن حالة الوصد ليلا فسيسود تقصى لطيفا كافة الأنفاء أما بالنسبة للحرارة اليوم الأربعة القاهرة العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة لستين جنيه 27 وصغرى 15 درجة الصغرى 1 درجة ختم النشرة شكرا لطيب المتابعة تحياتي إلى اللقاء فأماني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة